هنا مسألة لو أن الإنسان أراد أن ينتقل من نوع إلى نوع هل يجزي أو لا يجزي الجواب إذا كان قد أحرم على سبيل المثال بإفراد هل له أن ينتقل إلى متعة نعم له أن يتحلل من هذا الحج بعمرة ثم يحرم بالحج في وقته و مثله أيضا لو أنه لم يسق الهدي و نوى عمرة و حجا فله أن يتحلل من عمرته إذا لم يسق الهدي وهو قارن له أن يتحلل من قرانه بعمرة ثم يحرم بالحج في وقته يعني عندنا الآن له أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع و من القران إلى التمتع له أن يفعل ذلك بشرط أن لا يكون قد ساق الهدي فإن كان قد ساق الهدي فليس له أن يتحول من نسك إلى نسك بل عليه أن يلتزم النسك الذي أحرم به حتى يتحلل منه بعد فراغه من أعمال الحج حتى يتحلل من نسك حتى يتحلل من أعمال الحجم